بسم الأهل والابن والروح القدس الأهل والحمد أمين أخوات الشمامس حبابي الغاليين وعشتون جدا من الأسبوع اللي فات أخواتي الخادمات الفاضلات أهلا بيكم في الحلقة التاسعة من حلقات سلسلة إزاي تكون شماس شاطر فاهم واعي عارف دورك وكنا أخذنا المرات اللي فاتت أربع النقوس وقلنا إن احنا هنختمها المرة دي وللتذكرة قلنا إن أربع نقوس دي أرباع من هم بيقولها الشعب تتناغم مع صليب البخور اللي بيقدمه أبونا وعرفنا إيه صليب البخور وبيقول إيه ناحد شرق بيقول إيه ناحد بحري بيقول إيه ناحد غرب بيقول إيه ناحد قبل وكنا خلصنا جميع الأرباع وكانت وقفة بالنسبالنا على الرابع اللي بنقوله ساعة لما أبونا بيرجع تاني ناحية هشة ولكن إحنا اتفقنا إن إحنا لو في أحد الأباء الأسقفة حاضر معانا فإحنا دلوقتي إحنا كشعب المفروض إن إحنا نطلق من أجل سيدنا قدست البابا ومن أجل قبينا الأسقفة الموقود ولا إحنا قاعدين بنتفرج عليهم ولا إحنا قاعدين علشان نستنين عشان تخلص ونصور معاهم ده السؤال اللي إحنا نحتاجين نسأله ده ترجيا إحنا الطبيعي إن إحنا بنطلب من أجل أباءنا هو ده الطبيعي ففي أربعة نقوس اتحط ربعين للأباء الأسقفة الأول فيهم بسيدنا قدست البابا التاني لأبونا الأسقف اللي حطر تمام؟ وإحنا في الحلقات دي هنقول هذا ما هو ربعان وهنختم أربع مقوس تمام؟ ف Jotta يلا مع بعض نقول الربع بتاع سيدنا البابا تمام؟ يلا مع بعض تانتي نسمعه تاني يعني نسألك يا ابن الله عن تحفظ حياة رئيس الكهنة ثبته على كرسي نسمعه مرة أخيرة طيب وفي حالة حضور أحد الأباء الأسقفة وإحنا بالنسبة لنا هناخد سيدنا نيافة أمبا مكالي كمثال فهنزود لسيدنا نيافة أمبا مكالي رو بيقول تاني يعني ايه؟ وشريكه في الخدمة أبينا القديس الصديق الأنبا مكالي خبته على كرسي نسمعه مرة أخيرة نين بيف كشبير اللي ترغوس بنيو تثقوا بمذيك أسقاب مكاليبيا بسكوبوس طيب إحنا كده طلبنا من أجل أبائنا رؤساء الكهنة سواء أبونا البطريارك أو أبونا الأسقف طيب إحنا كده محتاجين إن إحنا نختم علشان إحنا لسا في عندنا أواشي بتتصلى في العشرة هنيجي نختم هنختم إزاي؟ خلي بالنا إن إحنا وإحنا دخلين كنا قلنا إيه؟ قلنا له معلش يا رب إحنا عشمانين في كرمة وجايبين معاينا وسطا فاكرين الموضوع ده؟ فاكرين قلنا يا رب إحنا جايبين معانا وسطا إلا هي صوات العدرة ماريوم فإحنا قبل ما نختم بنقول هيتني برزبياً تيتثي أوتوكو ستقوات مريعك جويسرياً مؤتنالم تيكو إيه وإنتين نوفي نسمعوا تاني هيتني برزبياً تيتثي أوتوكو ستقوات مريعك جويسرياً مؤتنالم تيكو إيه وإنتين نوفي يعني بشفاعات على أذراء مريم يا رب تلعب لنا بمغفرة خطياناً أستخدم مش بهي نخضر العشية أو نخضر باكر يا رب عشان نتسلم على بعض أو عشان نتفرج على أبونا أو 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 إحنا خطاق وجايين من أجل طلب مغفرة خطياناً فإحنا بنتشفع بالستة الحضرة إن أنت من أجل شفاعتها تخفل لنا خطياناً نسمع ربع مرة تاني هيتني برزبياً تيتثي أوتوكو ستقوات مريعك جويسرياً مؤتنالم تيكو إيه وإنتين نوفي هيتني؟ الختام بتاع أرباع النقوص ولو فاكرين أبونا ناحية شرق بعد ما كان بيخلص الصديق كان بيرجع بيدي يد بخور وكان بيقول إيه؟ كان بيقول فالنسبد لمخلصنا الصالح محب البشر فاكرينه موضوع ده لو مش فاكرينه إحنا برضه عشان ما نطولش عليكم فإحنا ممكن نرجع للحلقة اللي شرفنا فيها صديق البخور تمام؟ فبنقول نسمع تاني؟ نسمع تاني؟ تاني؟ نسمع تاني؟ تاني؟ نسمع تاني؟ نسمعه ورده أخيره وكده نكون خلصنا أرباع النقوس اللي قلنا إنها بتتناغم بطريقة الشعب مع صليب البخور اللي كان بيقدمه أبونا في رفع بخور عشية وباكة الصليب ده ده دي الكاميرا تاني في وسط الأداس ولما هنيجي ليه هنقول ساعتها الشعب بيقول إيه وبكده احنا نكون خلصنا أرباع النقوس وبإذن المسيح وبركة صراتكم الحلقة الجاية هنبتدي في الأواشي ما بعد صلاة الشكر نحتاج صراتكم عني كثيرا الطلب الان لنا المطلوبه الذين مزالوا لان يشتركوا في القناة فالموضوع بسيط ممكن تنزل تحت تقنية سبسكرايب تقع على زر الجرس علشان ينصدر كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بنزلها لو محتوى الفيديو عجبك فانت ممكن تعمله لايك لو حد تشاركه مع حد من صحابك او حد في خدمتك فانت ممكن تعمله شير فري لو ليك تعليق او ليك ملحوظة فانت ممكن تكتبها واحنا هنبقى سعداء جدا لرد عليك لو حد عوز يتواصل معايا فانا سايف كل بياناتي فوق على الصفحة الى ان نلتقي باذن ربنا وبركة صوتكم عالضعفي يوم الجمعة الجاية الساعة 9 الصبح هتوحشوني كتير وجاي خانب تشويس